موسيقى 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 نحن الانساء هل احدنا م BLACK ابلو لا يكون قانوني لغاية هناك واحدة موكنا يقضر Lana مشي قانونيين بالنسبة للفيديو الأخير اللي شاهدنا ديلة سي الخطاطة ده عمل غير قانوني عمل غير أخلاقي يجرمه القانون هناك تدليس وهناك غرش هناك ناس مسؤولين وناس مختصاصين في النوعات لما يصبحوا البج إلا بناء على مراقبة الترخيص والجديد ونحن الآن بصدد الفات الجمعية نحارب هذه الظاهرة بشدة ونتنصب كطرف مدني في حالة وجود الإتباتات وإكتماء الأركان والأوصاف الجريمة ونحن نتدد للناس ونتابعهم قضائيا لأن هذا شيء غير قانوني وهذه الناس ومن يسيئون الآن الجمعية التي توضيحها للرأي العام نحن لا نتشاهد شيء من هذه القطاع التي توضيحها للرأي العام كل ما نقوم به هو التطاير والأنظيم وتقنية هؤلاء البوسطة والمسحوقين إلى آخر لعدمها الرخص هذه الامتياز الاجتماعي والآن لكي نتفرق هذه الناس على الناس الذين لا يعملون في النورم الآن نقوم بصدد الفات بناء على نسوف الترخيص ونقوم بصدد الفات ونعطيه شيء واحد إلا بناء على ترخيص باش نقطعه على الظاهرة الشادة التي تسئل هذا القطاع الغير المهيكل والذي يضمه في غالبية واحد العدد ضخم وضخم جدا من البوسطة لشريحة بطبيعة الحال للأيتام والمعاقين وبعض حامل الشواهد العليا إذن نحن ضد كل من يسئل إلى جويد خدمة المرفق العام بطبيعة الحال ما يمكن إلا نشده يدين على إيدي القانون من أجل المتابعة وتوجيه سكل الاتهام لمتابعة متابعة لهذه الناس نتابعهم وهذه أول مرة نشوف هذه القادية الآن كنا نوقفه ندير بعض الحاملات التمشيطية في إطار ما يخوله لنا القانون على الناس اللي ما عندهم مش هد ليبارش بكهزين هد ليبارش هدو ونشوفهم مواش موافقي للتراخيص وما عندهم مش تراخيص وبعض الأحيان كنا نقوموا بتهديد ديالهم كنا نحيدوهم لهم طيب قال للقانون كنا نترواهم لي ونحيدوهم لي لأنه نسأل مهنو كنا نقول لي سير دير مسائل القانونية ديالك وأبريج يوقف في الشارع العام يعني يحصل على التراخيص من طرف الجهات المخول لها قانون دالك اشتركوا في القناة